خبر عاجل يهم كتير من حضراتكم البنك الاهلي المصري وبنك مصر رفعوا الحدود الايتمانية للبطاقات الايتمان 50% وكمان خفضوا العمولات 50% هنتكلم على كل التفاصيل خاصة ان البطاقة الايتمانية او بطاقة المشتريات كان عليها كلام كتير فحنا هنرد على بعض التساؤلات الخاصة بالبطاقة الايتمانية الى جانب بعض رسالة التحذير اللي تخلي بالك منها وانت بتستخدم البطاقة برجاء وانت بتستخدم البطاقة ما تكبرش دماغك وانت بتتعامل مع البطاقة او تتجاهل الرسائل اللي بتجيلك من البطاقة الايتمانية للنهرية في النهاية مديونية عليك وبيحصل تراكم للديون والفايدة مرتفعة حاليا بتوصل لـ 30% هنتكلم على كل التفاصيل ورفع الحدود الايتمانية وده معناه ايه خلال الفترة القادمة اللي لسه مشتركش اشترك في القناة ويفعل قصية الجرس علشان يوصلوا كل جديد معكم دكتور محمد العجمي وتعالوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي قناة صباح البنوك فيه خبر عاجل النهاردة البنك الاهلي المصري وبنك مصر اعلنوا عن رفع الحدود الايتمانية لبطاقات الايتمان 50% ده الى جانب تخفيض عمولة التحويل 50% لما نيجي للخبر اللي خاص بالبنك الاهلي المصري البنك الاهلي المصري قال انه رفع حدود الصرف بالعملة الاجنبية بالنسبة لللي بيسفروا خارج مصر رفعها 50% يعني عند البنك الاهلي عدد كبير من البطاقات زي الكلاسيكية والبلاتينية والبلاتينيوم وغيره من انواع البطاقات المتعددة داخل البنك الاهلي المصري وكل بطاقة لها حدود ايتمانية تم رفعها 50% فطبعا لو عايزين تفاصيل اكتر عن البطاقات الموجودة في البنك الاهلي قلونا واحنا ان شاء الله نستعرض كل البطاقات لان عددها كبير جدا فالحلقة صعب ان احنا نعرض كل البطاقات ولكن هو تم رفعها 50% فلو البطاقة لي معاك او ايا كان الحدود الاجنبية بتاعتها تم رفع حد الصرف الاجنبية بتاعتها 50% يعني وفقا لنوع البطاقة من 37 الف جنيه الى 240 الف جنيه وكان فيه عمولة تحويل 10% تم تخفضها وصلت ل 5% اما بالنسبة لشكاوة حضراتكم وكانت كتير جدا على القناة بالنسبة لاستخدام البطاقات الايتمانية في المشتريات داخل مصر فايضا تم رفعها ونتكلم على 7000 جنيه الى 90 الف جنيه وفقا لنوع البطاقة وزي ما قلنا البنك الاهلي فيها عدد كتير من البطاقات الايتمانية والبطاقة الايتمانية دي هي ما يطلق عليها بطاقة المشتريات ولازم نفرق ما بين البطاقات وان شاء الله هنتكلم عن الثلاث بطاقات بس بعد ما ناخد الخبر التاني اللي معانا في بنك مصر هو تقريبا نفس اللي موجود في البنك الاهلي المصري ان بنك مصر رفع حدود السحب 50% على جميع البطاقات اللي موجودة في بنك مصر وبنك مصر ايضا عنده مجموعة متنوعة من البطاقات ولو حابب يقول لنا نعمل لك ان شاء الله كل البطاقات الايتمانية الموجودة في بنك مصر بعد رفع الحدود الايتمانية بتوصل لحد 300 الف جنيه طبعا ده على اعلى بطاقة موجودة في بنك مصر الى جانب ان هو خفض عمولة التحويل 50% بدل من هي 10% اصبحت 5% طب ده دلالته ايه؟ دلالته مؤشر خير ان خلال الفترة القادمة هيتم زيادة ايضا البطاقات الايتمانية وهيحصل انفراجة بعد حدوث فائد في السيولة من العملة الاجنبية لدى البنوك المصرية وبالتالي بدأت تلبي الطلبات اللي موجودة سواء عن طريق بطاقات الايتمان او عن طريق الاستراد من الخارج وشفت حضراتكم بعد العيد ازاي ان الدولار ارتفع ثم انخفض فطبيعي بعد القرار ده هيكون لفترة معينة ممكن 6 شهور او 9 شهور هيكون فيه مجموعة من التقلبات وبعد كده تبدأ الامور تستقر وكون الارتفاع محدود مش جنيه زي ما شفنا كده بعد العيد نحب النوه لحاجة ويمكن ذكرناها قبل كده بالنسبة للي بيسافروا للخارج لازم قبل ما بيسافر بيتصل بالبنك بتاعه ويقوله انا بسافر لمدة قدي ايه وافتح لي البطاقة الايتمانية بتاعتي فبيفتح له البطاقة الايتمانية ان هو يستخدمها خارج مصر لما بتسافر وترجع وخلال 90 يوم بتبعت ليه البنك ايميل او انك انت بتزور فروع البنك ده على فكرة تعليمات عامة لكل البنوك مش بس البنك الاهل وبنك مصر اللي احنا لسه ذكرين الخبر بتاعهم لا ده في كل البنوك المصرية لازم تعمل كده انك انت قبل ما تسافر تتصل بالبنك وتقوله انا مسافر ولمدة قدي ايه ولما ترجع تبدأ انك انت تتواصل مع البنك وتبعت المستندات بتحتك المستندات عبارة عن جواز الصفر والاختام المغادرة واختام الوصول وتبعتها على البنك طب انا يا دكتور كسلت انشغلت كبرت دماغي لا تنشغله ولا تكبر دماغك وانصحك انك انت مجرد مترجع من الصفر ابعت البيانات دي على طول للبنك والبنك بيصلك الموضوع ده يعني في بعض البنوك عاملة ايميلات تقدر تبعت عليها او انك انت تزور الفرق لان ده بيعمل لك مشاكل ومشاكل كبيرة جدا اول مشكلة انه بيحطك في الاي سكور بعد 90 يوم بعد كده ما بتقدرش انك انت تتعامل مع البنوك ويبعليك ملاحظة من غير اي داعي او ملهاش اي لازمة طالما انت ما عندكش اي نية للتلاعب بالبطاقة الايتمانية الحاجة التانية ان البنك بيمنع انك انت تاخد بطاقات ايتمانية بعد كده مش كده وبس ده البنوك كلها بتمنع انك انت تاخد بطاقة ايتمانية او حتى تاخد قرد لان في النهاية في علامة سودة كده في السجل الايتماني بتاعك وهي شركة الاستعلام الايتماني الاي سكور اللي احنا بنسميه اخيرا البنك بيبلغ الجهات الرسمية الجهات دي بتبدأ تعمل فعص هل انت سفرت ولا لا فممكن انت تكون اديت البطاقة الحد وانت داخل مصر في النهاية بتبقى فيه مشكلة ومشكلة كبيرة جدا فنخلي بالنا للموضوعات البسيطة دي اللي ممكن نوعه فيها انصح ان بمجرد العودة تبعت ايميل للبنك او انك انت تروح الفرع وتدينه صور من الورق اللي احنا قلنا عليه بمنتهى البساطة والسهولة جدا مفيش اي مشكلة تانية بتحصل ومتحطش في الاي سكور وتكون انت في الامن فيه نقطة مهمة جدا لازم نتكلم عنها وهي انك انت لازم تكون عارف ازاي بتستخدم البطاقة الايئتمانية على فكرة بطاقة الخص والبطاقة المدفوعة مقدما حتى تاريخه لسه ما بيتمش استخدامهم في المشتريات بالعملات الاجنبية اللي بيتم استخدامها حتى الان هي البطاقة الايئتمانية او بطاقة المشتريات او البطاقة اللي انت بتاخدها بضمان وظيفة او نادي او مبالغ ليك داخل البنك اولا البطاقة الايئتمانية دي لو انت مش محتاجها اتصل بالبنك والغي البطاقة ان احيانا بيكون فيه تحفظ على مبلغ من المال ده لو كان صدور البطاقة بضمان مبلغ مالي داخل البنك فطالما انت مش عايزها الغيها حاجة التانية لو انت استخدمت البطاقة وفعلتها تبدأ انك انت تكون حريص على سداد المديونية بالكامل يعني انت بيجيلك رسالة في الاول المبلغ المديونية وتاني مبلغ ده الحد الادم لو معاك فلوس برجاء سدد كامل المديونية ده مفيد ليك انت عشي خاطر ما تحسبش عليك فايدة طب ما معاييش فلوس والامور حصل لها اي مشاكل كلنا بنوعف نفس المشاكل دي ابدأ سدد الحد الادنى على الاقل لان الحد الادنى ده ما بيدفعكش غرامة لكن فيه فايدة على باقي المبلغ فتحاول في الشهر التالي تدفع اجمالي المبلغ لان ده بيكون مفيد ليك ولازم نفرق ما بين البطاقات اللي معانا معانا بطاقات الخصف ودي بطاقه مربوطة بالحساب بتاعنا ومعانا بطاقه المدفوع مقدما ده بطاقه انا بحط فيها فلوس ولا اشترط ان يكون ليك حساب داخل البنك وبطاقه تالتة وهي البطاقه الاقتمانية ودي اللي احنا بيتكلم عنها وطبه بضمان اي شيء يعني عبارة عن قرض انا بسميها قرض البنك بيدهولك ويقب عليها فترة السماح 55 يوم المهم تعرف فترة السماح دي بتبدأ امتى وتنتهي امتى وعشان تريح دماغ كل شهر اللي انت بتعمل فيه المعاملة او معاملة المشتريات بتسدد في الشهر التالي فلاش تسحب منها فلوس لانها عليها عمولة سحب وكتيرة وعليها فايدة وكتيرة في نفس الوحي طبعا مفيش بنوب بتجبر حد على ان هو يعمل بطاقه ايتمانية لكن احيانا بشوف بعض التعليقات على القناة بيقولوا ان البنك اكبرني ان ااخد بطاقه ايتمانية لو ده حصل قدم شكوى للبنك المركزي المصري وان شاء الله تاخد حقق في الموضوع دوري ولكن الاول خش على مدير الفرع وقال له لو سمحت انا مش عايز اعمل بطاقه ايتمانية لو لقيت مدير الفرع قالك لا لازم تعملها وقال له طيب انا هطلع على البنك المركزي وهقدم شكوى في البنك على طول كده بشكل مباشر حيث بعارف او فاهم انك انت واعي بايه حقوقك ويه واجباتك داخل البنك وفيش حاجة اجبارية داخل البنك لو لسه مشتركتش بذكر حضرتك بالاشتراك في القناة تفعيل خاصية الجرس علشان يوصلك كل جديد المتابعة لينا هتفيدك جدا خاصة ان احنا بنقدم كل ما هو جديد في القطاع المصرفي الى جانب نشر الثقافة المالية والمصرفية وعلى فكرة بنعمل ورش عمل ورش العمل لالهدف بتاعها انك انت تعرف المنتج تعرف احتياجاتك وازاي تعمل الخطة وفي الاخر تاخد القرار بما يناسب احتياجاتك مش بما يناسب ان الفايدة مرتفعة او لا دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحيث تتعرف على الفيديوهات الموجودة على القناة لان في كتير من تساؤرات حضراتك واجابتها موجودة في فيديوهات تعملناها قبل كده كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعملات العملاء بالعشر اختار نتكلم عنهم سريعا رقم واحد الاندفاع نحو ارتفاع سعار الفايدة مجرد ما احنا بيناسب